لتصليط الضوء على هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس الدكتور يونس بالفلاح أهلا بك معنا دكتور بداية نحن في الشهر السابع للحرب المستمرة على قطاع غزة الموقف الفرنسي كيف تقرأه مع استمرار هذه الحرب وسقوط ربما الآلاف من المدنيين ما بين شهداء وجرحى إضافة إلى الدمر الواسع الذي نتابعه ونشهده صباح مساء تحية طيبة يعني بكل تأكيد أن الموقف الفرنسي عرف تغييرات مهمة منذ السابع من أكتوبر إلى اليوم أولا بحكم أنه في بداية الموقف الفرنسي كان موقف متشدد وكان موقف مساند لإسرائيل مع أحداث السابع من أكتوبر وخاصة مع تواجد عدد من الفرنسيين أو مزدوزي الجنسية من ضمن الرهائن ثم تغيير الموقف الفرنسي أولا مع حدة الأحداث الموجودة حاليا في غزة وقوة القصف وغيرها من الجرائم التي ترتكب الأمر الذي نعكسها على تغييرات مهمة وعلى مربما مساندة فرنسية لحركات المجتمع المدني إعطائها إشارات قوية فيما يخص مجال المساعدة ثم التشديد على ثانات نقاط رئيسية يعني ذكرت بشكل واضح في المقالة التي نشرت أمس في نيويورك تايمز وفي لوموند هي أولا مسألة الوقف الفوري لإطلاق النار بدون أي شروط والنقطة الثانية هي الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبحل الدولتين والنقطة الثالثة هي فتح المجال للمزيد من المساعدات الإنسانية وتوفير الشروط اللازمة لهذه المساعدات وهنا طبعا في إشارة قوية لانتقاد كبير من الطرف الفرنسي وصل إلى درجة التلويح بعقوبات اقتصادية على الطرف الإسرائيلي وفي جانب العقوبات الاقتصادية يجب أن ندرك على أن قد تمس أولا تحويلات الإسرائيليين الموجودين في فرنسا أو بعض الجمعيات اليهودية النشيطة في فرنسا والتي تستفيد من امتيازات ضريبية في إطار تحويلات مالية ثم كذلك من خلال العلاقات التجارية والاقتصادية التي تربط الطرفين وهنا يجب أن نذكر على أن من بين 40 أهم شركة في فرنسا أو المعروفين بشركات الكاك أربعين أو كاك كارونت هناك 11 شركة فيها أسمال إسرائيلي فالعلاقات الاقتصادية مهمة وربما قد تكون قدم مهم بالنسبة للطرف الفرنسي لمحاولة إحداث تغيير التغيير على الطرف الإسرائيلي سيد بالفلاح حرجتم على جزئية مهمة جدا متعلقة بفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل لكن هل فرنسا قادرة على ذلك تستطيع أن تفرض هذه العقوبات بمعزل عن موقف أوروبي موقف غربي من الحرب على غزة؟ الموقف الغربي فعليا هو يتغير لأن التغييرات أولا والتصريحات الأمريكية واضحة الاتجاه وترفض حكومة ناطانياه جملة وتفصيلة لم ترف الرئيس الأمريكي ولم ترف المؤسسات الأمنية والاستخباراتية الأمريكية ثم كذلك على مستوى الاتحاد الأوروبي هنا ربما بالستناء الموقف الألماني المساند لا إعلاميا ولا عسكريا لإسرائيل لأسباب تاريخية نعرفها جميعا إلا أن باقي الدول الأوروبية لديها موقف مشابه لفرنسا وربما أقوى من فرنسا إذا رأيت مثلا الموقف الإسباني حاليا يعتبر موقف مساند للقضية الفلسطينية ينادي بضرورة وجود دولة فلسطينية وبأنها حل مصلحة جيوسياسية لأوروبا ينتقد الأطراف الإسرائيلية والحكومة الإسرائيلية يناشد حتى ويرى أنه يحاول أن يلعب دور جيوسياسي في المنطقة يعني مثلا المشروع الإسباني بمؤتمر عالمي للسلام مبادرة مهمة تنشب من دولة مثل إسبانيا هذا الأمر يتير حفيدة الطرف الفرنسي الذي يريد دائما أن يظله موطئ قدم داخل رقعة الشرق الأوسط ولديها علاقات ربما أقوى من الطرف الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وكان حتى تلويح فرنسي خلال الفترة السابقة من طرف الرئيس ماكرون بأن يكون هناك مؤتمر بغداد الثاني في نسخته الثانية ويصلت الضوء بشكل خاص على القضية الفلسطينية وبحكم العلاقات الممتازة اليوم بين فرنسا وبعض الأطراف الخليجية وخاصة مع أطراف عربية وأقصد هنا الأردن ومصر هناك اتجاه فعليا إلى أن تكون لفرنسا نقطة مهمة جدا لكن الإدراك الفرنسي اليوم حتى داخل أقصى الدوائر الحكم الفرنسية على أنه لا يمكن أن يكون هناك أي حل بين الفلسطينيين والإسرائيليين في ظل وجود حكومة نطنياهو وما ارتكبته من جرائم خلال الفترة السابقة طيب هذا كل ما تذكره هل له انعكاس على واقع الحرب على صعيد استراتيجي يمكن الحديث عن حل الدولتين يمكن الحديث عن تغير في الموقف الأوروبي فيما يتعلق بالعلاقة ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين فيما صار تسوية مقبل لكن الآن الحرب قائمة هل من تأثير لهذه المواقف المختلفة المتباينة حتى لو كانت داعمة للفلسطينيين على وقف الحرب مثلا يعني لا شك على أن الرؤية الغربية على الأقل ما أراه لا في أوروبا ولا في الفوليات المتحدة الأمريكية هي تحاول نسج المشهد ما بعد الحرب ومشهد ما بعد الحرب لا يمكن أن يتحمل وجود يمين متطرف إسرائيلي أو وجوه مثل ناطنياهو فلذلك الرغبة اليوم لدى الأطراف الغربية هو أولا وقف فوري لإطلاق النار والإفراج على الرهائن وبالمناسبة مثلا دولة مثل فرنسا كانت حاضرة في كل المفاوضات السرية التي جمعت مثلا أطراف مصرية قطرية مع أطراف فلسطينية وأطراف إسرائيلية ثم أن هناك رغبة أكيدة في أن يكون هناك حالة من الاستقرار لأن التخوف الرئيسي والغرب يرى دائما مصلحته أن يكون هناك ربما انعكاس لما يجري اليوم في الشرق الأوسط على الرقعة الاستراتيجية من حيث دخول أطراف من قبيل روسيا أو الصين للقضايا العربية والقضايا الشرق الأوسط فلذلك اليوم المنظار الفرنسي في رؤية وفي تحليل ما يقع في الشرق الأوسط يأخذ بعين اعتبار كذلك الحرب في أوكرانيا تمدد الروسي في منطقة الساحلة الإفريقية هذه كلها هواجس مهمة جدا تؤثر على الموقف الفرنسي وعلى قراءة الطرف الغربي عامة خلال ما يجري في الشرق الأوسط لكن الإدراك العام على أنه كي يحل السلام داخل هذه المنطقة هناك مجموعة من التغييرات يجب أن تطرأ لا على الحكومة الإسرائيلية ولا كذلك على السلطة الفلسطينية وعلى أن هناك مجموعة من المراحل يجب قطعة أهم الاعتقاد التام والكامل والراسخ على أن الحل يكمن في ضرورة وجود دولة فلسطينية وواضح ما تقول سيد بالفلاح لكن بالنظر إلى السياسة الخارجية الفرنسية سواء كان مع الحرب على غزة أو حتى الحرب المستمرة في أوكرانيا روسيا هذا الموقف الخارجي هل يمكن وصف بأنه قد تغير أصبح أكثر حدة وجرأة في التعامل مع النزاعات مناطق الحروب بالنظر إلى هذا الموقف فرض عقوبات والدعوة إلى فرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل في حال لم تدخل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالنظر إلى موقف الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون من الحرب والذي تغير بعد الدعم المطلق لإسرائيل في البداية إلى أشكال أخرى من الدعم إنسانيا ورفض استهداف المدنيين بشكل مباشر يعني صحيح سؤال مهم جدا فعليا طبعا الموقف تغير وتغير بناء على منطق براغماتي لأن الرغبة الفرنسية أولا لم تكن لديها قراءة جيدة لما حصل خلال السابع من أكتوبر وأظن على أن كان هناك أطراف عربية مهمة مؤترة في تغير الموقف الفرنسي وأذكر على وجه التحديد مصر والأردن بحكم العلاقات بين المصر والأردن وفرنسا كان هناك طبعا مشاورات مهمة خلال الفترة السابقة لا على مستوى الجانب العسكري ولا كذلك على مستوى الدبلوماسية الفرنسية التغير الفرنسي كذلك هو نتاج وضعي اليوم لا يمكن الدفاع اليوم بأي شكل من الأشكال على الموقف الإسرائيلي في ظل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في ظل الجرائم التي يتم ارتكابها إذا كان الحليف الرئيسي والتاريخي لإسرائيل اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية تغير من موقفها وتدعو إلى وقف الحرب النقطة الأخرى كذلك اللي هي نقطة مهمة ويجب أن ندركها فرنسا في واقع الأمر هي قوة متوسطة ليست بنفس القوة التي تتوفر عليها الولايات المتحدة الأمريكية أو دولة أخرى مثل الصين لكن تحاول أن تعالج أمورها وأولوياتها ضمن هامش من المغنورة وضمن هامش من التفاوض في منطقة كان لديها فيها نفوذ قوي اللي هي منطقة الشرق الأوسط ولديها فيها تحديات رئيسية يعني عندما يطرح الملف غزاج يطرح أمامه كذلك النفوذ الفرنسي في لبنان عودة العلاقات الفرنسية مع سوريا قريبا فكرة التفاوض مع الأطراف الخليجية ومع العراق على مشاريع مهمة خاصة في مجال الطاقة التخوف من أي تمدد روسي وصيني داخل المنطقة وكذلك التخوف من انعكاس ما يحصل حاليا في غزاء على حركات إرهابية عابرة للأوطان والقوميات وهذا تخوف مهم جدا ومشروع بالنسبة للطرف الفرنسي خاصة أن ما حصل مؤخرا في حادث موسكو كان مؤشر مهم إنداري جعل كل السلطات الفرنسية تأخذه بعين الاعتبار بجدية كبيرة طيب